ما تزال قضية النازحين في العراق تشكل أزمة على المستوى الشعبي كذل المستوى الرسمي الذي يماطل ويهمل القضية من جهة وتستغلها أطراف مسؤولة فيه من جهة ثانية نحو مليونين وخمسمائة ألف عراقي ما زالوا يسكنون في مخيمات النزوح أو مناطق بعيدة عن مساكنهم الأصلية وذلك بحسب تقرير جديد لمنظمة الهجرة الدولية قال إنه على الرغم من عودة أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى مناطقهم الأصلية فإن أكثر من مليوني عراقي ما زالوا نازحين وهو ما يستوجب توفير الدعم المتخصص لكل من نجوا من النزاع إلى جانب إعادة بناء البنة التحتية فانعدام الأمن والخدمات وفرص العمل في الجانب الأيمن من الموصل على سبيل المثال تسبب في عودة عكسية حوالي ستمائة أسرة إلى مخيم الحاج علي للنازحين شرق المدينة الشهر الماضي بعد أن عادت تلك الأسر لمناطقها في وقت سابق وهو حال معظم النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم ووجدوها كما هي مدمرة غير صالحة للعيش فيها ومع السمرار العودة للنازحين أو من أجبر منهم كرها على العودة تظهر الحاجة الماسة إلى إعادة الإعمار السريع وتأهل البنة التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وإلا سيضطر كثير من العائدين للعودة إلى مخيمات النازحين التي ومع سوئها إلا أنها تبقى أهوان عليهم من مناطقهم المدمرة وبين هذا التقرير وذاك تظهر حقيقة تغفل عنها معظم التقارير التي تتناول أزمة النازحين وهي اقتصارها على المطالبة بإعادة إعمار المنازل المهدمة وإعادة تأهيل البنة التحتية فقط بيد أن تلك المدن بحاجة إلى إعادة إعمار من الصفر وتأهيل مجتمع متكامل من منازل ومساشفيات ومدارس إضافة إلى توفير فرص عمل للعائدين تعود بهم على الأقل كما كانوا عليها قبل هجرتهم ونزوحهم